اشتركوا في القناة عنوان عريض لمساري الإصلاح الشامل للجزائر الجديدة بقوة هادئة تقف صامدة في وجه المحيطين من قوى الشر وزارع إيدياس في اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية المترشح الحر عبد المجيد تبون يؤكد من جنات موصلة الجهود لتعزيز التنمية في ولايات الجنوب والمترشح عبد العالي حسن شريف يرافع من أجل إصلاح شامل لقطاع التربية والمترشح يوسف أوشيش يدعو إلى تعزيز كتابة التاريخ وتطوير السينما بين الجزائر وسلوفينيا تطابق في المواقف إزاء العديد من القضايا الدولية الراهنة وعزب على تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ضمن استراتيجية دعم المؤسسات الناشئة شباب الجزائر يطلع ببكين وسيول على التجارب الرائدة وتكنولوجيات الحديثة سقلاً للمعارف ونهلاً من الخبرات في ثمنة اليوم متابعة لثمار الجهد التنموي عبر قرى ومداشر كل من تيزي وزو وغليزان وبأدرار الأسرة المنتجة عنوان لتجارب ناجحة في مجال إنتاج المواد المدرسية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة تتواصل بحصد المزيد من الشهداء والجرحة والجزائر تجدد من منبر مجلس الأمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال البداية بملف رئاسية السابع سبتمبر المقبل حيث تتواصل الحملة الانتخابية ليومها السادس عشر على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية المترشح الحر عبد المجيد تبون نشط تجمعا شعبيا جهويا بولاية جنات حضره أعيان ومواطنو ولايات جنوب البلاد وليد ساري من ولاية جنات وفي تجمع شعبي جهوي لسبع ولايات من جنوبنا الكبير تطرق المترشح الحر عبد المجيد تبون إلى العديد من الانشغالات والقضايا التنموية الخاصة بهذه المناطق أنا عارف ما ناش في اجتماع ولا جلسة أنت مطالب بلا ما تقولوا لي أنا عارف راني عارف ما يخص كل شيء وإن شاء الله نتواعد معاكم نتواعد معاكم أن الحكومة جي تجتمع هنا وتسجل كل مطالب منتعكم المترشح الحر عبد المجيد تبون تعهد بإحداث ديناميكية اقتصادية بولايات الجنوب من خلال فتح المعابر والتفعيل مناطق التبادل الحر أنا نوعدكم في أقرب وقت إن شاء الله لما تجي الحكومة هنا لكي تنطلقوا بدراسات معمقة فيما يخص الماء وفيما يخص المناطق اللي ممكن فيها الاستصلاح على الأراضي إن شاء الله زيواجية الطريق وإن شاء الله طريق الأمكيد وإن شاء الله طريق حتى للنيجر ونفتح ما مر معبر للنيجر ونفتح معبر مع أشيقانا في ليبيا وندير مناطق حرة أنا إن شاء الله إلا كتب ربي وطور في العمر نمشي ندشن مع أخي هذا مير ما حطت القيطار تعطى نرس كما ندشن ما حطت القيطار تعطى البنيعة ومتع تيميمون ومتع أدران ومتع بيجي مختار السيد عبد المجيد تبون أكد على مبدأ حسن الجوار وحماية الدول الشقيقة التي لها حدود مشتركة مع جنوبنا الكبير دولة النيجر دولة شقيقة دولة ليبيا دولة شقيقة دولة مالي دولة شقيقة نساعد بالقدر ما نساعدوه بالأقل ما يجيهمش لبلا من عندنا كما نحاول بقدر الاستطاع أن نحمي دول الجوار وتتذكروا أنتم كما أول مكان تهديد على الدولة الشقيقة النجر لكي يهجمها لها أول ما تصدى لهم هي الجزائر المترشح الحر عبد المجيد تبون لم يفوت الفرصة خلال لقائه أعيان وإطارات جنوبنا الكبير لتأكيد العناية البالغة التي يوليها لهذه المناطق الغالية مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف نشط تجمعا شعبيا بولاية ورقلا تبعه محمد سنوسي عياض في تجمع شعبي نشطه مترشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف رفع فيه حول برنامج فرصة والمقومات البشرية والطبيعية لولاية ورقلا لارتكاز برنامج على الاستثمار في ثروة الإنسان وحنرنا في ولاية بيترولية عندنا مخطط كبير للإصلاح الطاقوي لازم نصلح من توجهاتنا الطاقوية في إطار استغلال البترول والغاز الموجود في البلاد إصلاح المجلس الوطني للطاقة والاهتمام بالتنقيب أكثر والاهتمام بالتصنيع أكثر وقلنا في كثير من التجمعات يا إخواني أننا احنا لابد أن ننهي مسار تصدير الثروات بشكل خام لابد لنا من التصنيع ونصف التصنيع لماذا؟ لأن ثرواتنا اللي نصدر فيها خام الغرب والعالم الأول رح يستفيد منها بالأسعار اللي هو يحددها ويعاودي بيعنا المنتوج اللي يشتقوا من تلك الثروات يبيعونا بأسعار مرتفعة ولذلك إحنا سياستنا الطاقوية وسياستنا المنجمية تقوم على أنه ينبغي أن نجد مؤسسات للتصنيع وأننا نكف من تصدير هذه الثروات بشكل خام حتى لا يكون ذلك على حساب اقتصادنا على حساب مداخلنا إخواني أخواتي إحنا برنامجنا يرتكز أساساً على استثمار ثورة ثروة الإنسان وعلى جعل هذا الإنسان إنسان مفيد جعل هذا الإنسان إنسان صالح جعل هذا الإنسان إنسان يعيش بكرامة جعل هذا الإنسان نافع لوطنه جعل هذا الإنسان يخدم وطنه جعل هذا الإنسان منتبه إلى كل التحديات التي حول وطنه وهذا الاهتمام بالإنسان يبدأ بالاهتمام بالإنسان من خلال التربية والتكوين والتعليم ولذلك إصلاح التعليم إصلاح أولوي في مسيرتنا وفي فرصتنا وفي برنامجنا لماذا لأننا نعتقد من خلال هذا التعليم أننا نصنع جزائري واعي بمسؤوليته تجاه وطنه واعي بالتحديات التي من حول وطنه واعي ومدرك أنه يشكل أحد أدوات الأمن القوم الوطني أحد أدوات الأمن القوم الوطني هو إنسان جزائري يعي التحديات مترشح حركة مجتمع سلم أكد على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي وضرورة المشاركة القوية كفرصة ينبغي استغلالها لجزائر قوية بأبنائها تحافظ على قوة وتماسك المجتمع أمام الراهن الدولي أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فقد نشط لقاء جواريا بولاية قلمة رصدته سونيا قاس يواصل المترشح لرئاسية يوسف أوشيش جولته إلى ولايات الشرق ومن قلمة عرض على المواطنين والساكنة مشروعه الانتخابي ورؤيته خاصة في المجال الاقتصادي في رؤيتنا الاقتصادية نحن نحمل مشروع يؤسس لأقطاب صناعية ولأقطاب زراعية أقطاب اقتصادية كاملة وذات أبعاد إدارية يمكن أن تؤسس للتنمية في جميع المجالات آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وننشوف كل هذه السهولة المحيطة بنا من تقبلش في جزائر الفين وعشرين نواصل نستورد بودرة الحليب مثلا ونعيش في هذا البلد القارة من تقبلش أننا نعيش أزمة في اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء من تقبلش أن سعر الأضاحي في العيد يوصل عشر ملايين سنتيم والجزائر تزخر بكل هذه الخيارات عندنا نظرة وعندنا التزامات في الجانب للنهوض بالجانب الزراعي وبالجانب الفلاحي من بينها هي مضاعفة رؤوس الغنم ومضاعفة رؤوس الأبقار والاستثمار وبصفة جدية في الأبقار الحلوب والأبقار المنتجة للحوم وللتأسيس لمنظومة لطربية الحيوانات ناجعة أولا للتكفل بمتطلبات السوق الوطني ومتطلبات الجزائريات والجزائريين ثم لملا التصدير إلى الخارج نفس الشيء في المجال الزراعي أين نلتزم بتشجيع التعاونيات الفلاحية ومنح امتيازات للمستثمرين الحقيقيين والفلاحين الحقيقيين الفلاحين هم الناس اللي يخدموا أرضهم الفلاحين هم الناس اللي يلتزموا باش ينتجوا ويساهموا في تطوير عجلة التنمية الوطنية وخلال لقائه الجواري مع المواطنين بساحة الشهيد خليفة خطلة بدائرة واجزناتي يضيف أوشيش أنه يسعى لتقوية الجبهة الاجتماعية من خلال التكافل الأمثل بانشغالات المواطنين حفاظا على أمن واستقرار الجزائر نبقى دائما مع ملف الانتخابات ومن مقر القنصلية الجزائرية ببوردو حيث قامت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضبط آخر التحضيرات الخاصة بمراكز الاقتراع التغطية لعفاف بالهوشات والتقرير لصالحكاس وقف مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مقر القنصلية الجزائرية ببوردو على مدى جاهزية المعدات المسخرة في الانتخابة الرئاسية التي ستنطلق الاثنين المقبل في المهجر حيث تكتسي العملية أهمية بالغة ببلوغ المعدات الأماكن البعيدة بهدف تمكين الجالية الجزائرية من التصويت في أحسن الظروف سنديق الاقتراع بحد ذاتها تشمع كل مساء وهي مؤمنة بصفة محكمة ومثالية وفق ما يقتضيه القانون هي جملة من التدابير في سياق جهود هذه الدائرة الانتخابية التي تعد الأوسع في فرنسا تم فتح 14 مكتباً على مستوى دائرتنا القنصلية وذلك لتقطية مواطنين المنتخبين الذين يسكنون في مساحة جغرافية تقضى بحوالي 15% من القدر الفرنسي القاري وبالعمل مع المندوبية قد قررنا فتح مكتب بايون في محافظة بيريني أطلانتيك ذلك تقرر من مواطنين بالإضافة إلى مكتب قو الذي هو المكتب التقليدي في هذه المحافظة وكذلك فتح مكتب قيري وهو نقطة الأبعد من بين النقاط الأبعد على مستوى دائرتنا القنصلية بحيث أن المسافة تقارب مجموعة ثمان ساعات ذهباً وإياباً للمواطنين تشرف على مكاتب الاقتراع شخصيات من المجتمع المدني تم تدربها على الالتزام الكامل بواجب الحياد التام وفي هذا الإطار أدى هؤلاء الأعضاء القسم في مراسمة رسمية بحضور منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمكلف بالجزء الجنوبي من فرنسا من جهتها استغلت القنصلية الجزائرية في بوردو مهامها الميداني في أرجاء الدائرة الانتخابية لتوعية المواطنين حول هذا الاستحقاق الوطني الهم الجزائر التي لا تقهر الجزائر الثابتة والمضية في إعادة بناء المؤسسات من خلال تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة في إنعاش الاقتصاد وتثمين الكفاءات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشابة تجربة تحظى بالتنويه على الصعيد العالمي من قبل عدة هيئات أممية ومخابر أبحاث مختصة أجمعت على الاعتراف بالنتائج الإيجابية للإصلاحات تجربة جعلت صبر قواء الشر ينفذ وباتت أنفسهم تتآكل وهم يشاهدون بروز الجزائر وعلو شأنها في المحافل الدولية أيضح في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الجزائري بكل حماس لاختيار رئيس الجمهورية يوم السابع سبتبر القادم وفي الوقت الذي يجب فيه المترشحون البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لتنشيط حملة انتخابية مفتوحة لا تشبها أدنى شائبة بدأت قوى الشر تتحرك وينتظر زارع واليأس والمنتقمون والمتربصون ومن يدعون إعطاء الدروس وحتى المتنبئون بالمستقبل انهيار الجزائر لدفنها قبل أن يلقوا بآخر حفنة من التراب على نعشها غير أن الجزائر الثابتة ستبقى صامدة دائما أما هؤلاء الحثالة المحبطون على رصيف التاريخ فهم كمين ينتظر شيئا عبثيا كانتظار الصراب إن صبرهم قد نفذ وباتت أنفسهم تتآكل وهم يشهدون بروز الجزائر وعلو شأنها وسيستمر البلد بحزم وشجاعة في المضي قدما غير مكترث بالمناورات التي تستهدف تعثره كما أن هذه الحيوية الديمقراطية وهذه الديناميكية المذهلة للجزائر كافيتان لإثارة غضب تلك القلوب الحاقدة المصممة على عرقلة رقيها لكن الجزائر ستبقى دائما وقفة في وجه هذا السيل من الكراهية نعم إنهم إلى هذه الدرجة غير قادرين على تحمل قيام الجزائر الجديدة المزدهرة والمؤثرة هل نسوا من أين أتت الجزائر؟ هل يتجهلون قوة مقاومة وصمود الشعب الجزائري؟ هل يتجهلون العلاقة القوية بين الجيش وشعبه؟ وبعد حرب بطولية ضد فرنسا الاستعمارية التي مارست الإبادة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى لم تسترجع الجزائر استقلالها فحسب بل غيرت مجرى تاريخ البشرية لقد وضعت حدا لأسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر وحطمت جدار المستحيلة وأعطت الأمل في الحرية لجميع الشعوب المضطهدة عبر العالم حيث استلهمت العديد من الأمم الإفريقية والأسيوية من الثورة الجزائرية لاسترجاع حريتها هذا الشعب البطولي والصامد قد انتصر دائما على العقبات وتمكن من الخروج سالما من الأزمات المتعددة والخطيرة التي عاشها منذ استقلاله ففي سنة 1962 كان البلد بعد خروجه من حرب مروعة في حالة نزيف ركود اقتصادي عائلات محطمة وأزمة داخلية حادة كان الشعب يواجه إرهاب منظمة الجيش السرية التي كانت تمارس سياسة الأرض المحروقة أكثر من أربعمائة عملية عسكرية وألف وثلاثمائة عملية إرهابية بما في ذلك عملية إرهابية أودت بحياة ضحايا أبرياء كانت هذه الهجمات الأخيرة لمنظمة إرهابية نشأت في وكر ميناء الجزائر استخدمت أبشع الأساليب لمحاولة إبادة شعب متمسك بحقه في الحرية وكأن هذا لم يكن كافيا إذ كان على الجزائر مواجهة الجيش المغربي الذي أتى متواهما لاسترجاع أراضي داخل حدودها وشن هجوما مميتا ويذكر التاريخ التعبئة الاستثنائية للجيش والشعب الجزائري الذان قدما للجار المغربي العدواني درسا في الحرب لن ينساه مهبى طال الأمد وفي سنة 1988 تعرضت الجزائر لصدمة أخرى وهي التي كانت تعاني في ذلك الوقت من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وبعد مرور عاصفة احتجاجات أكتوبر 1988 استغلت الجزائر فرصة هذه الأزمة لبدء تحول سياسي مما أدى إلى انفتاح ديمقراطي متقدم بنحو 20 سنة عما سمي فيما بعد بالربيع العربي وبدفع الحسد الذي طال البلاد من هذا الانجاز الديمقراطي الاستثنائي دفع بالجزائر إلى ظلمات إرهاب لا مثيل له في العالم وقاد الجيش والشعب جنبا إلى جنب وبدون مساعدة من أي دولة أخرى حربا بلا هوادة ضد الإرهاب لمدة عشر سنوات دون توقف وكانت الحصيلة ثقيلة للغاية حوالي 200 ألف ضحية هذا الغدر القاتل وأكثر من 20 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية دون الحديث عن التداعيات على العائلات المصطومة وصورة البلاد التي شوهت عمدا في العالم وقدمت الجزائر درسا آخر للعالم الذي واجه فيما بعد ويلات هذا الإرهاب الوحشي أما فيما يتعلق بالأزمة السياسية الخطيرة التي واجهت الجزائر سنة 2019 فقد كادت أن تود بها إلى ما لا يحمد عقباها ولقد أنقض الحراك الجزائر من كارثة حقيقية كان بإمكانها أن تدمر الدولة ومرة أخرى كان الشعب وجيشه مدعوين لكتابة صفحة جديدة من تاريخ البلاد تظاهر ملايين الجزائريين لشهور عدة في الشارع للتعبير عن رفضهم لممارسات العصابة دون أن تراق قطرة دم واحدة ما شكل سابقة في تاريخ البشرية إذ شهدت فرنسا خلال نفس الفترة احتجاجات عنيفة للغاية لحركة السترات الصفراء حيث كشفت حصيلة لمنظمة العفو الدولية عن 2500 جريح ضمد المتظاهرين و 1800 جريح آخر في صفوف قوات الأمن هو درس آخر في السلمية عنوانه الجزائر التي عاودت النهوضة بتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019 بعد انتخابه رئيسا للجمهورية حرص الرئيس عبد المجيد تبون على إعادة بناء المؤسسات وخاض تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة قاد الرئيس تبون ببراعة مرحلة انتقال سياسي منسجم ومطابق للمبادئ الدستورية والإرادة الشعبية مع الحرص على إنعاش الاقتصاد من خلال تثمين الكفاءات الوطنية وتحرير المبادرة والطاقات الشابة وحظيت هذه التجربة بالتنوية على الصعيد العالمي من قبل عدة هيئات أممية ومخابر أبحاث مختصة التي أجبعت على الاعتراف بالنتائج الإيجابية للإصلاحات التي بشرها الرئيس تبون عديد هي التحديات التي وجهتها الجزائر لكنها أظهرت في كل مرة قوة وعزيمة استثنائية لاجتياز العقبات وها هي تقوم أقل من أي وقت مضى وعلى أولئك الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر أن يستخلصوا العبرة من كل الأزمات التي تخطتها البلاد ولمن يتكبدون عناء تدبير المؤامرات لزعزعة الاستقرار وعرقلة إقلاع الجزائر نزدي لهم نصيحة كلها حكمة من المجد اتخاذ الجزائر حليفا لأن الجزائر لطالما أجادت الرد بحزم على أعدائها وتاريخ الجزائر هو الحجة الدامغة على قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والوقوف في وجه خصومها وما تصب إليه الجزائر هو أن تكون قوة هادئة والصداقة مع هذه الأمة هي درب للازدهار والاحترام ومعاداتها في المقابل طريق محفوف بالعقبات وخيبات الأمل وذلك لمن يريد أن يعتبر في ملف التعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم من قبل رئيس الوزراء السلوفيني روبيرت غولوب اللقاء السمح ببحث ومتابعة تنفيذ المخرجات الهامة للمباحثات القيمة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء السلوفيني بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر شهر ماي الماضي بما يكفل الرقاية بالعلاقات بين البلدين في الميادين الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتعاون الثنائي وبسلوفينيا دائما استقبل عطاف من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني السيدة أورشا كلاكوشار زوبانشيش وخلال اللقاء استعرض الطرفان الحركية التي يشهدها تعاون البرماني بين البلدين ومناقشة الدور المنتظر من الهيئات التشريعية في البلدين بغرض الإسهام في تعزيز الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة كما أجرى عطاف محادثات ثنائية مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية تانيا فيون حيث سمحت المباحثات بإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية في الفترة الأخيرة سواء فيما تعلق بتكثيف التعاون التقوي أو فيما يخص توسيع قائمة أولوية هذا التعاون لتشمل مجالات أخرى على غرار الصناعة الصيدلانية والذكاء الصناعي والتعليم العالي والنقل البحري وكذا تكنولوجيا الفضاء وطاقة المتجددة والمناجم كما تبادل أترفان الرؤى والتحليل حول مستجدة الأوضاع الدولية والإقليمية وأكد على ضرورة موصلة التنسيق الوثيق بين البلدين في إطار عهدتيهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن لا سيماو أن سلوفينيا تتأهب لتولي الرئاسة الدورية لهذه الهيئة الأممية شهر سبتمبر المقبل هذا وتوجت المباحثات بالتوقيع على بيان مشترك يؤكده على الإرادة السياسية القوية التي تحضو البلدين في تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بينهما كما أكد الترفان على تطابق مواقف البلدين من القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية وأكد من الحرب المتواصلة بأوكرانيا فبخصوص مستجدة الأوضاع في الأراد الفلسطينية المحتلة جدد الترفان الدعوة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية فقد أكد الوزيران على دعم البلدين للمسار السياسي الذي تقوده الأمام المتحدة بهدف توصل إلى حل عادل ودائما ونهائيا يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وفقا للقرارات الأممية ولا يساعني في هذا المقام إلا أن أعرب عن تطلعنا لتجسيدي ما ينتظرنا في قادم الأيام والأشهر من رزنمة عمل متنوعة وثارية وطموحة في ذات الحين وهي الرزنمة التي تشمل برمجة زيارات رسمية من الجانبين على أعلى مستوى وإثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتنظيم الدورة الأولى لللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذا تأسيس وتفعيل مجلس مشترك لرجال الأعمال هذا وأشرف وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رفقة نظيرته سلوفينية على مراسم تاتشين سفارة الجزائر بليو بوليانا مراسم تاتشين حضرها عدد من المسؤولين السلوفينيين وعدد من أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد الصديق ويأتي افتتاح سفارة الجزائرية بليو بوليانا في أعقاب افتتاح جمهورية سلوفينيا سفارة لها بالجزائر شهر ماي الماضي يندرج في إطار تاتشين التوجهات السامية لقيادتين البلدين لمرافقة ومواكبة الحركية المتزايدة التي تشهدها العلاقات الطنائية على مختلف الأصعد وفي شتى المجالات وفي اختتم مراسم تاتشين وقع عطاف ونظيرته تانيا فيون على السجل الذهبي للسفارة ضمن استراتيجية الدولة لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة إسهاما في بناء الاقتصاد الوطني كان للوفد الجزائري اليوم فرصة للإطلاع على آخر الابتكارات والتكنولوجيات في مجال الفلاحة بمركز تطوير الانتاج الفلاحي ببكين مبعوث تلفزيون إلى الصين مالك درحمون القطاع الفلاحي واحد من روافد الاقتصاد الوطني بالجزائر ومركز تطوير الانتاج الفلاحي ببكين كان لشباب الجزائر الفرصة لزيارته والإطلاع على آخر الابتكارات المستخدمة فيها تكنولوجيا متقدمة ولكن حاجة اللي نقدر نديروها نديروها يعني بإمكانيات مش إمكانيات كبيرة ممام شباب بتاع الجامعات والله يقدروا رياليزي وحويش كماكر يقدروا يكونوا إفكاس يعني يمدوا نتيجة وبينا كين تجربة خاصة في مجال التعبوية البلاستيكية نشوفو فيها في العديد من الولايات في الجزائر الجزائر لازم شغل تاخذ من هذه التجربة حينما ذا بنا في الجزائر يكونوا هكذا شركات ولا مؤسسات ناشئة تلتقي في مكان مثل هذا وتقدم سواء حلول أو ابتكارات فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة بالصين ساهموا بشكل كبير في رفع الاقتصاد الوطني لهذا البلد الذي عرض آخر الإحصائيات التي حققتها الصين وبدوره الوفد الجزائري شارك بعرض للمؤسسات الناشئة الجزائرية مراكز كبير جدا ومتواجد في منطقة لفيها أحسن جامعات فنشوف باللي كان علاقة وضيدة بين مستوى الجامعات ومراكز الابتكار خلق المؤسسات الناشئة وتطوير تكنولوجيا حديثة العلاقة وضيدة جدا بحيث أن طلب الجامعيين لتخرجوا من هذه الجامعات والذي يزولوا دراستهم في الجامعات بمستوى عالي عندهم قرب من الجامعة مراكز مثل هذا النوع لتسمح لهم أنهم يجزدوا أفكارهم يخلقوا مؤسسات ويجزدوا ابتكارتهم في ميدان حقيقي أنا فخور بكوني كنت المرافقة للوفد الجزائري داخل المعهد وأتمنى أن نعقد شركات جديدة مع المؤسسات الناشئة في بلدكم لتطوير القطاع الفلاحي والتكنولوجي هناك كما كان للوفد الجزائري لقاء مع السفير الذي شجع شباب على الاستثمار رفقة البلد الشقيق والاستفادة من خبرتهم الكبيرة في مجال البحوث العلمية الصين التي قطعت مراحل كبيرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا ونتمنى لهذه الشباب أن يستفيدوا من هذه التجربة وتكون لهم سيارة مفيدة ومثمرة الاحتكاك بالعملاق الصيني ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر هدف يسعى شباب الجزائري لتحقيقه خاصة في القطاعات التي توليها البلاد أهمية كبيرة ولأن للمؤسسة الناشئة دور محوري في تعزيز الجهود لنهوض بمختلف القطاعات وفد آخر لشباب الجزائري كانت له فرصة التقرب من تجربة كوريا الجنوبية في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة مبعوثة تلفزيون سابرينا تيفرغينيت في السنوات الأخيرة قامت الجزائر بتكثيف جهودها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة مؤكدة التزامها الثابت بتوصيات القمم المناخية الدولية وقد تلعب المؤسسات الناشئة دورا محوريا في تعزيز هذه الجهود تساهم بتقنيتها المتطورة في استقطاب الكربون وإعادة تدويره مشاركة بذلك بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة ننطوره في الميتودولوجيا لعزل الكربون دمان هذا الرافياج في الجزائر الصناعيين الجزائريين خاصهم هذا الكريدي كربون بيش يقولوا كومبيتيتيف في الأسواق الأوروبية وماذا بينا تكون رؤية المؤسساتنا شاملة أكثر كان عندنا تجربة في ألمانيا مع المصنعين في إفريقيا أيضا ورانا هنا في كوريا التقيت اليوم بعدد من مؤسسات الناشئة الجزائرية ونسأل التعاون معها نرى إمكانات هائلة في الجزائر بفضل قربها الجغرافي من الأسواق المتنامية في إفريقيا وأوروبا كما أعتقد أن لديها أيضا فرصا كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وفي إطار سعيهم لتعزيز التعاون مع الشركاء ومناقشة المبادرات العابرة للحدود استفاد الوفد الجزائري بالشارع الملقب بشارع المؤسسات الناشئة من المشاركة في منتدى معدى خصيصا لهم والذي شهد حضور ممثلين عن مؤسسات حكومية رئيسية إلى جانب بنات الأنظمة البيئية العالميين والمحليين المؤسسات الناشئة أظهرت شغفا عميقا في كل المجالات لقد أتيحت للفرصة للتعرف على السوق المالي واستعراض الاستعدادات المنهجية التي وضعها النظام البيئي الجزائري لدعم الشركات الناشئة القادمة إلى الجزائر من أن على ذلك أعتقد أن النظام البيئي في الجزائر ناضي جدا ومن المتوقع أن تتحقق الشراكة في وقت قريب وقعت مؤسسة كوريا أفريقيا مذكرة تفاهم مع ايفنتر سنعمل على تطوير برامج تعامل تشمل إنشاء برنامج جديد يهدف إلى ربط المستثمرين الكوريين بالمؤسسات الناشئة الجزائرية كنا لقاء مهم مع المسؤول الأول على التعاون الإفريقي الكوري وينقدم لنا عدة نصائح وعدة توجيهات أنا على المستوى الشخصي فادتني وينتحصلت على معلومات اتصال مع جهات مهمة في مجال الروبوتات التعليمية رح يكون لقاء معهم إن شاء الله وين رح ننسق معهم في عدة برامج مع انتهاء الأسبوع الأول من زيارة الوفد الجزائري إلى كوريا الجنوبية يتضح مدى نجاحهم في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال الفعاليات المهمة الأيام القادمة ستوفر فرصا جديدة للتقدم والتعاون مما يجعل كل يوم من هذه الرحلة مليئا بالإمكانات والتطلعات في الحركية التنموية الآن مشاريع حيوية تأتي أكلها ببلدية مكيرة بولاية تيزيوزو بعد أن كانت بالأمس القريب تعاني العزدة والتهميش واليوم بفضل وعود تجسدت عبر جملة من المشاريع الجاهزة وأخرى في طور الإنجاز تغيرت ملامح الحياة اليومية لساكنة المنطقة يقول الغذر كعوان هنا ببلدية مكيرة تجسدت الوعود التنمية المحلية وجدت طريقها بجملة المشاريع التنموية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الإطار المعيشي للمواطن تعميم مبدأ الصحة الجوارية من خلال توسيع الهياكل الصحية وتجهيزها بأحدث المعدات برنامج تنموي وضع حدا لمعاناة تنقل المرضى لعاصمة الولاية طلبا للعلاج عجلة التنمية المحلية وتواصل ما صارها بدائرة تزغنيف مشاريع متاهية وأخرى في طور الإنجاز كهذه المؤسسة التربوية التي استفادت من برنامج توسع لأقسامها تنقرأ يكين الحمد لله كمسا تتميليور الدعوة نتوالي للدفلوبان سوالي الدرنيرزاني عند الحمد لله كنتواليم ديجالي كنتوالي ترزيك زمركيني غي سعر المانا جسدي يقردان ديسنا ديغار نديفغن ميثور الحمد لله ويقردان ديجالي بالميناتج ويقردان ديجالي ويقردان ديجالي سوالي بيابيسي سوالي شاف ديران ذاكي سوالي الولايات سوالي الابيوي الحمد لله لانا نقدس سالنا تغريك شو ستاوي ستاوي لكانو لحاجة وثفين نويا لكن قارن لكان ذي قيبوة ربع سنوات الأخيرة استفادت بلدية تبكيرة على غرار بلدية الوطن من إعانات الدولة في مختلف البرامج برامج تنمية المحلية أدساك أفسيسيال برامج القطاعية كما تم تهيئة ملاعب جوارية على مستوى قرية إمعاندن وقرية بوحاج وانشاء الله في قريب العاجل ستخص تهيئة ملاعب أخرى جوارية على مستوى وقرية أخرى لبلدية تبكيرة فيما يخص الشبكات والطرقات هناك عدة طرق معابدة في تعليمات ساري ما خلتنا أننا نفذنا البرنامج كله على مستويديتنا لخل البرنامج هذا يمس قطاع الصحة يمس قطاع التربية يمس موضوع السكن موضوع الطرقات موضوع الماء موضوع كل ما هو ويخلي العيش الرغض للمواطن كلها مشاريع التنموية تعكس جهود السلطات العمومية ضمن ترقية مصاري الحياة اليومية للمواطن واستجابة لانشغالة المواطنين بولاية غليزان في مجال التزاود بالمياه الصالحة للشرب مشاريع حيوية بين حفر آبار ارتوازية وتهيئة أخرى قديمة تدفع في التزاود بهذه المادة الحيوية المزيد مع زهير بطاش انخفاض مستوى المياه السطحية بولاية غليزان عجلا من حفر عدد كبير من الأبار في مختلف المناطق التي تعاني تذبذبا في التزويد بالمياه إضافة إلى إعادة تأهيل الأبار القديمة التي كانت خارج الخدمة هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة ذخ المياه وضمان توفرها بشكل دائم هذا البرنامج تحشد الموارد الجوفية اللي قلنا يتمثل فيه إنجاز 11 تنقيب وعادة تأهيل 19 بئر مشاريع هذه راح تمس 27 بلدية وتمس أكثر من 200 ألف مواطن والغاية من هذا المشروع كامل هي باش نحط المواطن تعنا في أرياحية الماء اللي كان لدينا مشكل فيه العام اللي فات كان ناقص بالنسبة للسناء كي دارونا هذا الحسيان المارا السناء في الصيف والله ما نقطع عدنا إن شاء الله بربي ما نقطع عدنا نهائيا هنا لو كنا نشروه بس أحضر الحمد الله ركال الماء في والجمعة من اللي زادوا داروا الفورة جادوا تالحوا سال ما شاء الله الدورة زادت طورة ما 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 نقطع شالين فالشطر سهريج تعزز من رفع نسبة الاستهلاك السنوية من هذه المادة الحيوية بالولاية في إطار تكافل الأمثل لانشغالات المواطنين لا سيام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر بلدية ولاية غليزان قامت مصالح ولاية غليزان بتخصيص اعتمادات مالية تفوق مبلغ 77 مليون دينار جزائري من أجل اقتناء 13 شاحنة بسهريج تحيذ تم توزيعها على 13 بلدية خصوصا تلك التي تعرف خاصة مناطقها النائية نقص في التزود بالمياه هي جهود من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين وضعية تزود المياه بالولاية وتخفف الأعباء على السكان وعلى مشارف الدخول المدرسي تشتهد نساء الحرفيات بولاية أدرار بخياطة المآذر وتشكيل الأدوات المدرسية بهدف تشجيع الحرفيات وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار تنفسية يقول محمد أمين بوتومي خلال الساعات الأولى من النهار تزيد الحركة شيئا فشيئا في أرجاء بلدية تموكتنى الواقعة شرقي ولاية أدرار من أكثر الأنشطة ممارسة في هذه المناطق الصناعة التقليدية من الحياكة والخياطة ومختلف فنون التشكيل مؤخرا وبفضل برنامج خاص بدأت النساء الحرفيات بقصر عين بلبال بخياطة المآذر وتشكيل بعض الأدوات المدرسية ووسط بلدية أضرار كذلك كلفت هؤلاء النسوة بخياطة المآذر والمقلامات وفي أول فرصة عرضت النساء الحرفيات ما أنتجناه خلال معرض خاص بالمستلزمات المدرسية النساء الحرفيات حاضر بقوة لأنه فرصة لتسويق من توجاتهم عدى كذلك توزيع إن شاء الله في إطار دعم الأوسط المنتجة ودعم الماء المكثة في البيت توزيع على خياطة ودسيج ثلاث تظاهرات تجارية خاصة بالأدوات المدرسية ستستمر بعدد من بلديات ولاية أضرار نحن نقوم بالإقتناة عن محافظة نقوم بالإقتناة لعائلة المعوزة إلى غير ذلك ونقوم بتنظيم أسواق الجوارية التي تكون فيها أسعار تنفسية وكذلك نشارك الحرفيات والحرفيين لأن حرفيات وحرفيين محترفين جدا ورغم في المهنة هذه في أكثر فالسنة هذه ضخينا حوالي 500 مليون سنتيم من أجل خياطة المآزر بنات أولاد حوالي 400 مئزر زيادة التي سنقتنه كما يقول اليوم لديه ولد ولا جوج ولا ثلاثة لابد كما نقول يشوفون تكون تسعير من خافضة على الأقل لكي يقدر يقضي وليوم المصارف يريد المصارف كثير على الواحد ورن نظر وفي الحق تسعير تاني ما شاء الله أعطى البرنامج الخاص بالنساء المنتجات الفرصة للحرفيات لضمان تسويق منتجاتهن وأعطى كذلك للمواطن والزبائن خيارا لاقتناء عددا من المواد المدرسية بأسعار مقبولة بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطع غزة وظيفة الغربية موقعا المزيد من الشهداء والجرحى مرسل التليفزيون من غزة وسام أبو زيد كأنه زلزال ضرب خان يونس تلك هي الحالة التي رصدناها فورا سحاب جيش الاحتلال من المناطق الشرقية للمدينة منازل سكنية أصبحت كومة من الركام أما الطرقات والبنية التحتية كلها جرفت بآلة حرب الاحتلال والتي قامت بحفر الأراضي وقطع الطرقات وغيرت معالم المنطقة وبدأ السكان في العودة إلى منازلهم ليتفقدوا ماذا حل بها وكانت الصدمات تتوالى بعد أن ضاع مأواهم الأخير نتفقد بيتنا سمعنا أنه مضروب وفيه غراضنا وحالنا وجيين فيش فيه ولا إشي واقع على الأرض فجيين يعني أي إشي منه نستصلح أي حاجة يعني ناخدها أي إشي ناخد من بقايا ضمار بيوتنا أما هذا القصف الإسرائيلي فهو ليس في غزة لكنه استهدف الشق الثاني من الوطن مدينة جنين شمال الضفة الغربية والتي واصل فيها جيش الاحتلال هجمته العسكرية واغتال بالطائرات ثلاثة شبان ولا زال يحاصر المستشفيات والطواقم الطبية وتجوب جرافات الاحتلال في الشوارع والطرقات لتنفيذ عمليات هدم في المدينة أعتقد هذا شيء خطير يحدث لنا كشعب فلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح لا يفرق بين أحد ويمعن في القتل والتدمير والتشرير ومن جينين إلى طول كرم التي انسحبت منها آليات الاحتلال وخلفت دمارا واسعا ولم يختلف مشهد الخراب عما يجري في غزة فلم يبقى شوارع ولا طرقات وهدمت مئات المنازل السكنية في محاولة من الاحتلال لإغراق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطع غزة ببحر من الركام لتنفيذ مخاططاته التصفوية وتهجير الشعب الفلسطيني أول ما أجوا دمروا هذا البيت وخشوا على الدار اللي ورانا وخشوا على الدار هذه وكان هنا فيه أسوار وكان فيه شارع كله دمروا فطائرات الاحتلال لا تفرق بين الفلسطينيين في شطري الوطن بالضفة الغربية أو قطع غزة والجميع هنا في دائرة الاستهداف ما يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني للتصدي للعدوان الإسرائيلي وسام عبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين وفي جلسة عقدها مجلس الأمن أمس جدد المبثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بقطع غزة ومحسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين تؤكد الجزائر على أن الوضع الإنساني الكارتي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار لذا نجدد مطالبتنا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني فعرقلت دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليست سلوكات أو أخطاء فردية وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفيوس الفلسطينيين نختم نشرتنا برياضة حيث استهل الوفد الرزائري مشاركته في ألعاب بارالامبياد التي تجري وقائعها بباريس بخوض الرياضية الجزائرية مونيا جاسمي اليوم منافسات نهائي مسابقة رامي سولجان ورغم أن الحظ لم يصعفها للوصول إلى رقمها الشخصي إلا أن بلغ هذا المستوى من المشاركة يعد تحدي رفعته الرياضية التي حققت البرونزية في ألعاب توكيو ختما بقي التذكير بأبرز العنوين الجزائر التي لا تقهر عنوان عريض لمسار الإصلاح الشامل للجزائر الجديدة بقوة هادئة تقف صامدة في وجه المحيطين من قوى الشر وزارعية اليأس في اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية المترشح الحر عبد المجيد تبون يؤكد من جنات موصلة الجهود لتعزيز التنمية في ملايات الجنوب والمترشح عبد العالي حسن شريف يرافع من أجل صاح شامل لقطاع التربية والمترشح يوسف أوشيش يدعو إلى تعزيز كتابة التاريخ وتطوير السينما بين الجزائر وسلوفينيا تطابق في المواقف إزاء العديد من القضايا الدولية الراهنة وعزم على تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ضمن استراتيجية دعم المؤسسة الناشئة شباب الجزائر يطلع ببكين وسيول على تجارب الرائدة والتكنولوجيات الحديثة سقلاً للمعارف ونهلاً من الخبرات وفي ثمنة اليوم كانت لنا متابعة لثمار الجهد التنموي عبر قرى ومداشر كل من تيزي وزوغ ليزان وبأدرار الأسرة المنتجة قنوان لتجارب ناجحة في مجال إنتاج المواد المدرسية حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة تتواصل بحظ المزيد من الشهداء والجرحة والجزائر من منبر مجلس الأمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال بدا نطوي ثمنة اليوم شكراً على المتابعة والوفاء دائماً لقاءنا تجدد غداً نفس الزمان والمكان بعد قليل تلقاكم الزميل العرج عوسات في نفذة على الرئاسيات السلام عليكم اشتركوا في القناة